بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ إن شاء الله في قراءة كتاب قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى تأليف الدكتور عبدالوهاب المسيري بين الإنسان والإنسان الطبيعي من الأمور المألوفة في الوقت الحاضر أن نتلقى معظم إن لم يكن كل ما يأتينا من أهل الغرب بكفاءة المنقطعة النظير دون أن نحاول أن نحلله أو نفسره ودون أن ندرك أن ما يأتينا منهم يعكس منظورهم وتحيزاتهم كما هو متوقع من كل ما هو إنساني ولذا ثم تغياب ملحوظ للبعد النقدي في الدراسات العربية والإسلامية للمفاهيم والمصطلحات الغربية إذ أننا نكتفي دائما بنقل أفكارهم من وجهة نظرهم دون أن نطرح أي أسئلة تنبع من رؤيتنا وتجربتنا التاريخية والإنسانية ودون أن نتوجه إلى القضايا الكلية والنهائية الكامنة في النصوص التي ننقلها ونشرحها فنحن لا نسأل على سبيل المثال عما إذا كان الإنسان كما يتمثل في النص الذي ننقله كائناً مادياً بسيطاً أم أن حياته نهب الصدفة والحرية العمياء وأخيراً هل الإنسان هو مركز الكون القادر على تجاوز عالم المادة أم أنه كائن لا أهمية له يدعن لظروفه المادية وللحتميات الطبيعية وإخفاقنا في تعريف البعد الكلي والنهائي هو السبب الكامن وراء ما نلاحظ من خلط بين المفاهيم إذ يتم تصنيفها والربط أو الفصل بينها على أسس سطحية من التشابه والاختلاف وقد ظهر مؤخراً مصطلح فيمينيزم الذي يترجم إلى النسوية أو النسوانية أو الأنثوية وهي ترجمة حرفية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تفصح عن أي مفهوم كامل وراء المصطلح وقد يكون من المفيد أن نحاول أن نحدد البعد الكلية والنهائية لهذا المصطلح حتى ندرك معناه المركب والحقيقي ولإنجاز هذا لا بد أن نضع المصطلح في سياق أوسع ألا وهو ما نسميه نظرية الحقوق الجديدة فكثير من الحركات التحررية في الغرب في عصر ما بعد الحداثة عصر سيادة الأشياء وإنكار المركز والمقدرة على التجاوز وسقوط كل الثوابت والكليات في قبضة الصيرورة تختلف تماما عن الحركات التحررية القديمة التي تصدر عن الرؤية الإنسانية الهيومانية المتمركزة حول الإنسان وكاتب هذه الدراسة ينطلق من مفهوم معرفي أساسي وهو أن ثمة مواطن اختلافات جوهرية بين الإنسان والطبيعة فالإنسان يحوي داخله من التركيب ما يمكنه من تجاوز عالم الطبيعة أو المادة ومقدرته على التجاوز هذه هي سبب ونتيجة في الوقت نفسه لمركزيته في الكون ومنظومة التحديث والعلمة الغربية تدور في إطار ما نسميه الحلولية الكومونية المادية أو المرجعية الكومونية الذاتية وما يميز هذه المنظومة على مستوى البنية العامة أن المبدأ الواحد المنظم للكون ليس مفارقا له أو منزها عنه متجاوزا له وإنما كامل حال فيه ولذا فالكون أي الإنسان والطبيعة يصبح مرجعية ذاته ومكتف بذاته هذا هو المبدأ البنيوي العام أو النموذج الثابت الكامل ولكن هذا النموذج يأخذ شكل متتالية تتحقق في الزمان تأخذ شكل حلقات تتبع الواحدة الأخرى يمكن تلخيصها فيما يلي أولا الواحدية الإنسانية أي الهيومانية تبدأ متتالية التحديث والعلمة بأن يواجه الإنسان الكون دون وصائد فيعلن أنه سيد الكون ومركزه موضع الحلول ولذا فهو مرجعية ذاته الذي لا يستمد معياريته إلا منها وانطلاقا من هذا الافتراض يحاول هذا الإنسان أن يؤكد جوهره الإنساني المستقل عن الطبيعة وأن يتجاوز الطبيعة أو المادة بقوة إرادته وأن يفرض ذاته الإنسانية عليها باسم إنسانيتنا المشتركة أي باسم الإنسانية جمعاء ثانيا الواحدية الإمبريالية يتحدث الإنسان الذي يؤكد جوهره الإنساني باسم كل البشر ولكن في غياب أي مرجعية متجاوزة لذاته الفرضية ينغلق الإنسان على هذه الدات فيصبح تدريجيا إنسانا فردا لا يفكر إلا في مصلحته ولذته ولا يشير إلى الذات الإنسانية وإنما إلى الذات الفرضية حينئذ تصبح الذات الفرضية للإنسانية جمعاء هي موضع الحلول فيؤله الإنسان الفرض نفسه في مواجهة الطبيعة وفي مواجهة الآخرين ويصبح إنسانا إمبرياليا وحينما يستمد هذا الإنسان الإمبريالي معياريته من ذاته الإمبريالية التي تستبعد الآخرين يصبح إنسانا عنصريا يحاول أن يستعبد الآخرين ويوظفهم بل ويوظف الطبيعة نفسها لحسابه وهنا تظهر الثنائية الصلبة ثنائية الأنا والآخر ثالثا ثنائية الإنسان والطبيعة الصلبة بعد المراحل السابقة التي تتميز بالتمركز حول الذات الإنسانية إما بطريقة إنسانية يومانية أو بطريقة عنصرية إمبريالية يكتشف الإنسان تدريجيا أن الطبيعة أو المادة هي الأخرى موضع الحلول وأنها هي أيضا مرجعية ذاتها ومكتفية بذاتها فتظهر إثنينية وازدواجية صلبة أخرى ازدواجية الإنسان المتمركز حول ذاته الذي يشغل مركز الكون مقابل الطبيعة المكتفية بذاتها التي تشغل مركز الكون رابعا الواحدية الصلبة سرعان ما تنحل هذه الإزدواجية الصلبة التصبح الطبيعة أي المادة وحدها هي موضع الحلول وتحل الواحدية الطبيعة أو المادة محل الواحدية الإنسانية فيبدأ الجوهر الإنساني في الغياب تدريجيا ويحل الطبيعي محل الإنساني ويستمد الإنسان معياريته لا من داته وإنما من الطبيعة أو المادة ويزداد اتحاده بالطبيعة إلى أن يذوب فيها تماما ذوبان الجزء في الكل حينئذ يظهر الإنسان الطبيعي وهو إنسان ليس فيه من الإنسان سوى الإسم إنسان جوهره طبيعي مادي وليس إنساني فهو يذعن للطبيعة ويتبع قوانينها وبعد أن كان يشير إلى ذاته الإنسانية أو الفردية يصبح جزءا لا يتجزأ من الطبيعة يشير إليها أي يتم تفكيك الإنساني ويتم رده إلى الطبيعي وهكذا تقود مقولة الإنسان وفكرة الطبيعة البشرية المنفصلة عن قوانين المادة والتي تتسم بقدر معقول من الثبات والاستمرارية أي أننا انتقلنا من عالم يتسم بالثنائية والصراع مركزه الإنسان أو الطبيعة إلى عالم واحد مركزه الطبيعة أو المادة وحسب ومن الجدير بالملاحظة أن هذا العالم رغم لا إنسانيته عالم له مركز نوغو سانتريك في المصطلح ما بعد الحداثة ولذا فهو يتسم بما نسميه الواحدية الصلبة خامسا الواحدية السائلة تتصاعد معدلات الحلول والتفكيك وتتعدد مراكز الحلول إلى أن تصبح الصيرورة هي مركز الحلول ويصبح النسبي هو المطلق الوحيد ويصبح التغير هو نقطة الثبات الوحيدة حينئذ تفقد الطبيعة أو المادة مركزيتها باعتبارها المرجعية النهائية ويغيب في نهاية الأمر كل يقين وتسيطر النسبة تماما وتتعدد المراكز ويسقط كل شيء في قبضة الصيرورة الكاملة ويفضي بنا كل هذا إلى عالم مفكك لا مركز له ويتحول العالم إلى كيان شامل واحد تتساوى تماما فيه الأطراف بالمركز عالم لا يوجد فيه قمة أو قاع أو يمين أو يسار أو ذكر أو أنثى وإنما يأخذ شكل السطح وتصفى فيه كل الثنائيات وتنفصل الدوال عن المدلولات فتتراقص بلا جذور ولا مرجعية ولا أسس وتصبح كلمة إنسان دالا بلا مدلول أو دالا متعدد المدلولات وهذا هو التفكيك الكامل وهذا هو الانتقال من الثنائية الصلبة والواحدية الصلبة إلى الواحدية السائلة التي لا تعرف حدودا ولا قيود وهو أيضا الانتقال من عالم التحديث والحداثة والإمبريالية إلى عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد ورغم الاختلاف المعرفي والفلسفي بين الواحدية الصلبة والواحدية السائلة إلا أنه يمكن القول بأن نقطة تشابه بينهما من منظور هذا البحث أهم من نقطة الاختلاف فجوهرهما هو تغييب الإنساني وتفكيكه وتقويضه وتذويبه إما في عالم مركزه الطبيعة أو في عالم لا مركز له هذا اللمط الواحدية الهيومانية عالم مركزه الإنسانية جمعاء الواحدية الإمبريالية عالم مركزه الذات الفردية الثنائية الصلبة ثراع بين الإنسان والطبيعة الواحدية الصلبة عالم مركزه الطبيعة الواحدية السائلة عالم بلا مركز سقط في قبضة الصيرورة هو نمط أساسي في الفكر المادي منذ بداية التفكير الفلسفي ولكنه يظهر هيومانية أولية قصيرة هيومانيزم تظهر الإمبريالية ثم العنصرية والعداء العميق للإنسان أنتي هيومانيزم ويقسم البشر في منظومة نيتشا إلى سوبرمان أي الرجل الأعلى أو الإنسان الذي تجاوز الإنسان والسابمان أي الرجل الأدنى أو الإنسان الذي هو دون الإنسان وهكذا يظهر عالم صراعي ثنائي يلقسم فيه البشر إلى جزار وضحية قاتل ومقتول أقوياء وضعفاء باطشون ومتكيفون مارنون ولكن ما يجعل السوبرمان أو السابمان أن كليهما لا يعبر عن الجوهر الإنساني المتجاوز للطبيع أو المادة وإنما هو جزء من عالم الطبيعة أو المادة الدارويني الصراعي الواحدي الصلب وأسبقية الطبيعة أو المادة على الإنسان تترجم نفسها إلى أسبقية الفرد على المجتمع وأسبقية المصلحة الشخصية والمنفعة الفردية على قيم المجتمع ومتطلبات بقائه هذا العالم يتسم بالحركة الدائمة ولذا سرعان ما ينحل العالم الثنائي الصلب والعالم الواحدي الصلب إلى عالم لا مركز له في حالة سيولة شاملة فيحل دريدا محل نيتشا ويحل مادولا ومايكل جاكسون محل طرازان ودراكولا المساواة والتسوية يمكن القول بأن حركات التحرر القديمة كانت تنطلق من الواحدية الإنسانية أي الهيومانية ومن الإيمان بتميز الإنسان عن الطبيعة وبتفوقه عليها ومركزيته فيها ومقدرته على تجاوزها وعلى صياغتها وصياغة ذاته وكانت تتم المطالبة بالمساواة بين البشر داخل هذا الإطار حيث يقف الإنسان على قمة الهرم الكوني كائنا حرا مبدعا فريدا أما حركات التحرر الجديدة فهي لا تنطلق من هذه الافتراضات الفلسفية الإنسانية بل ترفضها بشكل واع أو غير واع فهي حركات تقبل بالواحدية الإمبريالية الإنسان في صراع مع أخيه الإنسان وتدور في إطار الثنائية الصلبة حرب الإنسان ضد أخيه الإنسان وضد الطبيعة والواحدية الصلبة سيادة الطبيعة على الإنسان وإزاحة الإنسان من مركز الكون والواحدية السائلة رفض فكرة المرجعية والمركز الأنتوي والمركز وأي ثوابت وأي ثكليات بما في ذلك الإنسانية المشتركة القادرة على تجاوز الطبيعة أو المادة فهذه الحركات الجديدة تؤكد فكرة الصراع بشكل متطرف فكل شيء إنه إلا تعبير عن موازين القوى وثمرة الصراع المستمر والإنسان هو مجرد كائن طبيعي يمكن رده إلى الطبيعة أو المادة ويمكن تسويته بالكائنات الطبيعية وبالفعل يتم تسوية الإنسان بالحيوان والنباتات والأشياء إلى أن يتم تسوية كل شيء بكل شيء آخر فتتعدد المراكز ويتهاوى اليقين ويسقط كل شيء في قبضة السيرورة ومن ثم تظهر حالة من عدم التحدد والسيولة والتعددية المفرطة وفي هذا الإطار يمكن أن يخضع كل شيء للتجريب المستمر خارج أي حدود أو مفاهيم مسبقة حتى لو كانت إنسانيتنا المشتركة التي تحققت تاريخيا ويبدأ البحث عن أشكال جديدة للعلاقات بين البشر لا تهتدي بتجارب الإنسان التاريخية وكأن عقل الإنسان بالفعل صفحة مادية بيضاء وكأنه لا يحمل عبء وعيه الإنساني التاريخي وكأنه آدم قبل لحظة الخلق قبل أن ينفخ الله فيه من روحه فهو قطعة من الطين التي يمكن أن تصاغ بأي شكل لا فارق بينها وبين أي عنصر طبيعي أو مادي آخر ولذا تجيد جماعات التحرر الجديدة المتحررة من مفاهيم الإنسانية المشتركة ومن عبء التاريخ والمدافعة عن التجريب المنفتح المستمر تدافع عن حق الفقراء والسود والشواد جنسيا والأشجار وحقوق الحيوانات والأطفال والعرات والمخدرات وفقدان الوعي وحق الانتحار وعن كل ما يطرأ وما لا يطرأ على بال ولعل شيوع الواحدية المادية الصلبة والسائلة في العصر الحديث التي ترى أن العالم مكون من جوهر واحد وأنه لا يوجد فرق بين الإنسان والطبيعة هو الذي يفسر سر انتشار الديانات الطبيعية والعبادات الجديدة بما في ذلك عبادة الشيطان والنزاعات الكونية فكلها دعوات تؤكد أسبقية الطبيعة على الإنسان والفرد على المجتمع وتدعو الإنسان إلى الذوبان في الطبيعة وتلغي كيانه كمقولة لها حدودها المستقلة وتفكك مقولة الإنسان وتقوذها ثم ينتهي الأمر بهذه الدعوات إلى رفض فكرة العالم المتماسك الذي يدور حول مركز ما ليحل محله عالم سائل لا مركز له وبعد رفض الإنسان تأييد هذه الدعوة للإيمان بأسبقية الفرد على المجتمع وللتسوية بين الإنسان والطبيعة فعلا رجعيا ورفضا للتقدم من منظور نظرية الحقوق الجديدة مع أن موقف الرفض هذا هو في واقع الأمر محاولة للعودة إلى فكرة الإنسان الإجرماعي الحضاري المستقل عن الطبيعة القادر على تجاوزها صاحب الإرادة والوعي هو رفض للحالة الطبيعية المادية البهيمية ومساواة الإنسان وتسويته بالحيوان ودفاع عن أسبقية المجتمع على الفرد وعن مركزية الإنسان في الكون في هذا الإطار يمكننا أن نعيد النظر في هذا الدفاع الشرث عن الشذود الجنسي فهو في جوهره ليس دعوة للتسامح أو لتفاهم وضع الشواذ جنسيا كما قد يتراء للبعض لأول وهلة بل هو دعوة لتطبيع الشدود الجنسي أي جعله أمرا طبيعيا عاديا الأمر الذي يشكل هجوما على طبيعة الإنسان الاجتماعية وعلى إنسانيتنا المشتركة كمرجعية نهائية وكمعيار ثابت يمكن الوقوف على أرضه أي أن الشذود الجنسي لم يعد مجرد تعبير عن مزاج أو انحراف شخصي وإنما تحول إلى أيديولوجية تهدف إلى إلغاء ثنائية إنسانية أساسية هي ثنائية الذكر الأنثى التي يستند إليها العمران الإنساني والمعيارية الإنسانية والحديث المتواتر والمتوتر عن حقوق الإنسان والذي تقوده وتموله وتدعمه أكثر الدول إمبريالية في العالم أي الولايات المتحدة هو في جوهره هجوم على مفهوم الإنسانية المشتركة فالإنسان الذي يتحدثون عن حقوقه هو وحدة مستقلة بسيطة كمية أوحادية البعد غير اجتماعية وغير حضارية لا علاقة لها بأسرة أو مجتمع أو دولة أو مرجعية تاريخية أو أخلاقية هو مجموعة من الحاجات المادية البسيطة المجرد التي تحددها الاحتكارات وشركات الإعلانات والأزياء وصناعات اللذة والإباحية وفي نهاية الأمر صناعة السلاح أهم الصناعات في العصر الحديث وأكثرها فتكا وتفكيكا والفرد حسب هذا التصور يقف وحيدا يتلقى عديدا من الإشارات الحسية البسيطة الكثيفة من مؤسسات عامة لا خصوصية لها ولا تحمل أي قيم إلا فكرة تعظيم لدة المستهلك وزيادة أرباح الشركات فالفرض إن هو الإنسان طبيعي شيء طبيعي مادي بين الأشياء الطبيعية المادية إفراز مباشر لمفهوم العقد الإجتماعي البرجوازي الذي يرى أسبقية الفرض الطبيعي على المجتمع غير الطبيعي وهو العقد الذي تحول في منتصف القرل التاسع عشر إلى العقد غير الإجتماعي الدارويني الذي يفترض حرب الجميع ضد الجميع كما تنبأ فيلسوف البرجوازي الأكبر توماس هوبز في عصر النهضة في الغرب ولذا لا يتحدث أحد عن حق الإنسان الاجتماعي والمجتمعات الإنسانية في البقاء داخل منظوماتها القيمية وخصوصياتها القومية ولم يطرح أحد القضية صناعة الإباحية وسلعها المختلفة التي تصدر من الغرب والتي تهدر أبسط الحقوق الإنسانية وتحول الإنسان إلى كم مادي لا قداسة له وكذلك لم يناقش أحد قضية حقوق الشعوب التي تنهب ثرواتها وتسرق أموالها ثم تودع في بنوك غربية من قبل شخصيات تساندها نفس الحكومات التي تصرخ ليل نهار مطالبة بالحفاظ على حقوق الإنسان الفرد ولم يطالب أحد بوقف صناعة أسلحة الفتك والدمار التي تطور ويصنع معظمها في العالم الغربي والتي تمتص ميزانيات الشعوب وتلوث البيئة وتدمر آلاف الأنفس كل عام فالحديث دائما يجري عن إنسان مجرد بصير لا يوجد داخل المجتمع والتاريخ والحضارة والأسرة ومن ثم ينصب الحديث على الحقوق المطلقة لهذا الفرد أي حقوق تتجاوز حقوق المجتمع ومنظوماته الأخلاقية والمعرفية ولكن هذا الفرد الحر من الناحية النظرية يسقط بالفعل في قبضة الصيرورة التي تتحكم فيها أجهزة الإعلام الغربية والشركات عابرة القارات وصناعة اللذة ويظهر الهجوم على فكرة المجتمع الإنساني ومفهوم الإنسانية المشتركة الإنسانية جماعة في المفهوم الجديد للأقليات الذي يروجه النظام العالمي الجديد وهيئة الأمم المتحدة وبعض الجماعات التي تدور في فلاكها ودعاة نظرية الحقوق الجديدة فالجماعات الدينية أقلية والجماعات الإثنية أقلية والشواد جنسيا أقلية والمعوقون أقلية والمسنون أقلية والبدينون أقلية والأطفال أقلية والنساء أقلية وفكرة أن كل الناس أقليات تعني أنه لا يوجد أغلبية أي لا يوجد معيارية إنسانية ولا ثوابث ومن ثم تصبح كل الأمور نسبية متساوية وتسود الفوضى المعرفية والأخلاقية وإذا كان لكل أقلية حقوق مطلقة فإن هذا يؤدي في واقع الأمر إلى أن فكرة المجتمع الذي يستند إلى عقد اجتماعي وإلى إيمان بإنسانيتنا المشتركة تصبح مستحيلة إذ أن الحقوق المطلقة التي لا تستند إلى أي إطار مشترك لا يمكنها التعايش وهذا ما حدث في فلسطين المحتلة المشتركة فقاموا بطرد الفلسطينيين من أرضهم وهدم وطنهم السياق الحضاري المعرفي لحركتي تحرير المرأة والتمركز حول الأنثى هذه الأفكار تشكل الإطار الحقيقي لحركة الفيمينيزم التي ظهرت مؤخرا في الغرب وقد ظل البعض أن مصطلح فيمينيزم هذا مجرد تنويع على مصطلح Women's Liberation Movement الذي يترجم عادة إلى حركة تحرير المرأة والدفاع عن حقوقها ولذا حل المصطلح الجديد تدريجياً محل المصطلح القديم وكأنهما مترادفان أو متقاربان في المعنى وكأن المصطلح الجديد لا يختلف عن القديم إلا في أنه أكثر شمولاً أو أكثر رادكالية ولكننا لو دققنا النظر لوجدنا أن المصطلح الجديد مختلف تمام الإختلاف عن مدلولات حركة تحرير المرأة وهي واحدة من حركات التحرر القديمة التي تدور في إطار إنساني هوماني يؤمن بفكرة مركزية الإنسان في الكون وبفكرة الإنسانية المشتركة التي تشمل كل الأجناس والألوان وتشمل الرجال والنساء وبفكرة الإنسان الإجتماعي الذي يستمد إنسانيته من انتمائه الحضاري والإجتماعي والإنسان من منظور حركة تحرير المرأة كيان حضاري مستقل عن عالم الطبيعة أو المادة لا يمكنه أن يوجد إلا داخل المجتمع ولذا لا يمكن تسويته بالظواهر الطبيعية المادية ومن ثم تحاول هذه الحركة أن تدافع عن حقوق المرأة داخل حدود المجتمع وخارج الأطر البرجوازية السراعية الطبيعية المادية الداروينية التي ترى المجتمع باعتباره ذرات متصارعة والمرأة من ثم في تصور هذه الحركة كائن إجتماعي يطلع بوظيفة إجتماعية ودور إجتماعي ولذا فهي حركة تهدف إلى تحقيق قدر من العدالة الحقيقية داخل المجتمع لا تحقيق مساواة مستحيلة خارجة بحيث تنال المرأة ما يطمح إليه أي إنسان رجلاً كان أم امرأة من تحقيق لذاته إلى الحصول على مكافأة عادلة مادية أو معنوية لما يقدم من عمل وعادة ما تطالب حركات تحرير المرأة بأن تحصل المرأة على حقوقها كاملة سياسية كانت حق المرأة في الانتخاب والمشاركة في السلطة أم اجتماعية حق المرأة في الطلاق وفي حضانة الأطفال أم اقتصادية مساواة المرأة في الأجور مع الرجل وبرغم أن دعاة حركة تحرير المرأة قد يستخدمون أحياناً خطاباً تعاقدياً وقد ينظرون أحياناً للمرأة باعتبارها فرداً مستقلاً بذاته عن المجتمع لا باعتبارها أماً وعضواً في أسرة أو قد ينظرون إليها باعتبارها إنساناً اقتصادياً أو جسمانياً أي إنساناً طبيعياً مادياً لا إنساناً إنساناً إلا أن الإطار المرجعي النهائي هو الرؤية الإنسانية التي تضع حدوداً بين الإنسان والطبيعة وتفترض وجود مركزية إنسانية ومعيارية إنسانية ومرجعية إنسانية وطبيعية إنسانية مشتركة ولذا تأخذ حركة تحرير المرأة بكثير من المفاهيم الإنسانية المستقرة الخاصة بأدوار المرأة في المجتمع وأهمها بطبيعة الحال دورها كأم ولذا يتحرك برنامج حركة تحرير المرأة داخل إطار من المفاهيم الإنسانية المشتركة التي صاحبت الإنسان عبر تاريخه الإنساني مثل مفهوم الأسرة باعتبارها أهم المؤسسات الإنسانية التي يحتمي بها الإنسان ويحقق من خلالها جوهره الإنساني ويكتسب داخل إطارها هويته الحضارية والأخلاقية ومثل مفهوم المرأة باعتبارها العمودة الفقارية لهذه المؤسسة ولا تطرح أفكاراً مستحيلة ولا تنزلق في التجريب اللانهائي المستمر الذي لا يستند إلى نقطة بدء إنسانية مشتركة ولا تحده أي حدود أو قيود إنسانية أو تاريخية أو أخلاقية هذا هو الإطار الحضاري والمعرفي لحركة تحرير المرأة وهذه هي بعض ثوابتها وقد كان هذا هو أيضاً الإطار الأساسي لحركات التحرر في الغرب حتى منتصف الستينيات ولكن الحضارة الغربية دخلت عليها تطورات غيرت من توجهها وبنيتها اتصاعدت بعدلات الترشيد المادي للمجتمع أي إعادة صياغته وصياغة الإنسان ذاته في ضوء معايير المنفعة المادية والجدوى الاقتصادية وهو عنصر أساسي في منظومة الحداثة الغربية وزاد معه تسلع الإنسان وتشيؤه بما يعني إزاحته عن المركز على أن تحل السلع والأشياء محله وزادت نتيجة لذلك هيمنة النماذج الكمية والتكنقراطية وتصاعدت عمليات التنميط وتغلغلت العلاقات البرجوازية التعاقدية الأمر الذي أدى إلى تزايد هيمنة القيم البرانية المادية مثل الكفاءة في العمل في الحياة العامة مع إهمال الحياة الخاصة الاهتمام بدور المرأة العاملة البرانية مع إهمال دور المرأة الأم الجوانية الاهتمام بالإنتاجية على حساب القيم الأخلاقية والاجتماعية الأساسية مثل تماسك الأسرة وضرورة توفير الطمأنينة للأطفال اقتحام الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة لمجال الحياة الخاصة إسقاط أهمية الإحساس بالأمن النفسي الداخلي إسقاط أهمية فكرة المعنى باعتبارها فكرة ليست كمية أو مادية إلى آخره وقد لاحظ أحد علماء الاجتماع الغربيين كريستوفر لاش أنه منذ أواخر الستينيات أصبح من المستحيل على الأسرة الأمريكية أن تعيش على دخل واحد أي أنه لتحقيق البقاء المادي أصبح من اللازم على المرأة أن تصبح يدا عاملة وطاقة إنتاجية ومادة طبيعية برانية وأصبح من الضروري أن تتخلى عن وظائفها الإنسانية التقليدية مثل الأمومة أي أنه تم القضاء على آخر معقل ومأوى للإنسان وآخر مؤسسة وسيطة تقف بين الإنسان ورقعة الحياة العامة التي تديرها الدولة وتسيرها المؤسسات الاقتصادية ويوجهها قطاع لذة وقد بلغ الترشيد في الإطار المادي درجة عالية من الشمون وتغلغل في كل جوانب الحياة العامة والخاصة حتى أصبح العمل الإنساني لابوغ هو العمل الذي يقوم به المرء نظير أجر نقدي محسوب أي كم محدد خاضع لقوانين العرض والطلب على أن يؤديه في رقعة الحياة العامة أو يصب فيه في نهاية الأمر وهذا التعريف يستبعد بطبيعة الحال الأمومة وتنشئة الأطفال وغيرها من الأعمال المنزلية فمثل هذه الأعمال لا يمكن حسابها بدقة ولا يمكن أن تنال عليها الأنثى أجرا نقديا رغم أنها تستوعب جل حياتها واهتمامها إن أرادت أن تؤديها بأمانة ولا يمكن لأحد المراقبتها أثناء أدائها فهي تؤديها في رقعة الحياة الخاصة باختصار شديد عمل المرأة في المنزل هو عمل لا يمكن حساب ثمنه مع أن قيمته مرتفعة للغاية ولذا فهو ليس عملا حتى أنه أصبح من الشائع الآن أن تجيب ربة البيت عن سؤال بخصوص نوعية عملها بقولها لا أفعل شيئا فأنا أمكث في المنزل بمعنى أن وظيفتها كأم رغم أهميتها وعملها كأم رغم المشقة التي تجدها في أدائه هي لا شيء فهو عمل لا تتقاضى عنه أجرا ولا يتم في رقعة الحياة العامة وهكذا تغلغلت المرجعية المادية بتركيزها على الكمي والبراني وتراجعت المرجعية الإنسانية الهومانية بتركيزها على الكيفي والجواني وتراجع البعد الإنساني الإجتماعي الذي يفترض مركزية إنسانية وطبيعة إنسانية متفردة تتمتع بقدر عال من الثبات يميزها عن قوانين الطبيعة المادية المتغيرة وتم إدراك الإنسان خارج أي سياق اجتماعي إنساني بحيث أصبح الإنسان كائنا طبيعيا ماديا كميا لا يشغل أي مركزية في الكون وليس له مكانة خاصة فيه يسري عليه ما يسري على الأشياء الطبيعية المادية الأخرى أي أنه تم تفكيك الإنسان تماما وتحويله من الإنسان المنفصل عن الطبيعة إلى الإنسان الطبيعي المادي الذي يتحد بها ويدوب فيها ويستمد معياريته منها فيفقد الدال إنسان مذلوله الحقيقي ويحل الكم محل الكيف والثمن محل القيمة ونحن نذهب إلى أن حركة الفيمينيزم التي نترجمها بحركة التمركز حول الأنثى هي تعبير عن هذا التحول ذاته وعن إزاحة الإنسان من مركز الكون وعن هيمنة الطبيعة والماد على الإنسان وتترجم هذه الرؤية نفسها إلى مرحلتين ألف مرحلة واحدية إمبريالية وثنائية وواحدية صلبة ينقسم فيها العالم إلى ذكور متمركزين تماما حول ذكورتهم ويحاولون أن يسرعوا الإناث ويهيمنوا عليهم وإلى إناث متمركزات تماما حول أنوثتهم يحاولن بدورهن أن يسرعن الرجال ويهيمن عليهم باء سرعان ما تنحل هذه الواحدية الإمبريالية والثنائية والواحدية الصلبة لتصبح واحدية مادية سائلة لا تعرف فارقا بين ذكر أو أنثى ولذا لا يتصارع الذكور مع الإناث وإنما يتفككون جميعهم ويذوبون في كيان سديمي واحد لا معالم له ولا قسمات الواحدية الإمبريالية والثنائية والواحدية الصلبة والتمركز حول الأنثى تؤكد حركة التمركز حول الأنثى في إحدى جوانبها الفوارق العميقة بين الرجل والمرأة وتصدر عن رؤية واحدية إمبريالية وثنائية الأنى والآخر الصلبة كأنه لا توجد مرجعية مشتركة بينهما وكأنه لا توجد إنسانية جوهرية مشتركة تجمع بينهما ولذا فدور المرأة كأم ليس أمرا مهما ومؤسسة الأسرة من ثم تعد عبءا لا يطاق فالمرأة متمركزة حول ذاتها تشير إلى ذاتها مكتفية بذاتها تود اكتشاف ذاتها وتحقيقها خارج أي إطار اجتماعي في حالة صراع كوني أزلي مع الرجل المتمركز حول ذاته وكأنها الشعب المختار في مواجهة الأغيار أي أنه بدأت عملية تفكيك تدريجية لمقولة المرأة كما تم تعريفها عبر التاريخ الإنساني وفي إطار المرجعية الإنسانية لتحل محلها مقولة جديدة تماما تسمى المرأة أيضا التمركز حول الأنثى من حركة تدور حول فكرة الحقوق الإجتماعية والإنسانية للمرأة إلى حركة تدور حول فكرة الهوية ومن رؤية خاصة بحقوق المرأة في المجتمع الإنساني إلى رؤية معرفية أنتروبولوجية اجتماعية شاملة تختص بقضايا مثل دور المرأة في التاريخ والدلال الأنثوية للرموز التي يستخدمها الإنسان وإذا كانت حركة تحرير المرأة تدور حول قضية تحقيق العدالة للمرأة داخل المجتمع فإن حركة التمركز حول الأنثى تقف على النقيد من ذلك فهي تصدر عن مفهوم ثراعي للعالم حيث تتمركز الأنثى على ذاتها ويتمركز الذكر هو الآخر على ذاته ويصبح تاريخ الحضارة البشرية هو تاريخ الصراع بين الرجل والمرأة وهيمنة الذكر على الأنثى ومحاولتها التحرر من هذه الهيمنة وتذهب بعض التواريخ الأيديولوجية المتمركزة حول الأنثى إلى أن هيمنة الذكر على الأنثى تمت إطر معركة أو مجموعة من المعارك حدثت في عصور موغلة في القدم حينما كانت المجتمعات كلها مجتمعات أمومية ماترياركي تسيطر عليها الإناث أو الأمهات وكانت الآلهة إناثا وكان التنظيم الاجتماعي ذاته يتصف بالأنوتة أي بالرقة والوئام والاستذارة التي تشبه نهود الإناث وعضو التأنيث ثم سيطر الضكور وأسسوا مجتمعا مبنيا على الثراع والسلاح الذي يشبه عضو التذكير وعلى الغزو الذي يشبه اقتحام الذكر للأنثى بل إن كل التاريخ أصبح يذور حول مركز واحد هو الرجل عضو التذكير السلطة الإله الذكر الأب وهذه هي المجتمعات الأبوية الباترياركية ويتحدث دعاة ما بعد الحداثة والتمركز حول الأنثى عن اللوغوس أي الكلمة والمطلق والمركز والفالوس أي عضو التذكير وهم يذهبون إلى أن العالم ليس متمركزا حول اللوغوس وحسب لوغوسانتريك كما يدعي بعض الضكور من دعاة ما بعد الحداثة وإنما هو متمركز حول عضو التذكير فلوغوسانتريك وسرد أحداث التاريخ من وجهة نظر ذكورية بحتة ويستبعد الإناث تماما ومن ثم يرى دعاة الحداثة والتمركز حول الأنثى ضرورة وضع نهاية لهذا التاريخ وتفكيك هذا العالم الذكوري وانطلاقا من هذه الرؤية للتاريخ ينادي دعاة التمركز حول الأنثى بالتجريب الدائم والمستمر ويضرحون برنامجا ثوريا يدعو إلى إعادة صياغة كل شيء التاريخ واللغة والرموز بل الطبيعة البشرية داتها كما تحققت عبر التاريخ وكما تبدت في مؤسسات تاريخية وكما تجلت في أعمال فنية فهذا التحقق والتبدي والتجلي إن هو إلا انحراف عن مسار التاريخ الحقيقي وفي مجال وضع هذا البرنامج الثوري موضع التنفيذ ينادي دعاة حركة التمركز حول الأنثى بضرورة إعادة سرد التاريخ من وجهة نظر أنثوية أي متمركزة حول الأنثى بل وأعيد تسمية التاريخ فهو بالإنجليزية الذي وجد بعض الأذكياء أنها تعني قصته فتقرر تغيير اسم التاريخ ليصبح قصتها أي أن تاريخ الذكور مختلف تماما عن تاريخ الإناث تماما مثل التاريخ اليهودي المستقل عن التاريخ الإنساني والرموز التي فرضها الذكور لا بد أن تضاف لها رموز أنثوية تعبر عن الهوية الأنثوية المستقلة ومنتجات الإنسانية الفنية لا بد أن تعبر عن الأنثى وآلامها ومن هنا التركيز الشديد في الأدب الغربي الحديث على جوانب السراعية في علاقة الرجل بالمرأة وعلى موضوعات أدبية مثل الإغتصاب والهدف الأساسي لحركة التمركز حول الأنثى في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير هو رفع وعي النساء بأنفسهن كنساء وتحسين أدائهن في المعركة الأزلية مع الرجال وتسيسهن لا بالمعنى الشائع المتداول أي أن يدرك الإنسان الأبعاد السياسية للظواهر المحيطة به ولحقوقه وواجباته السياسية وإنما بمعنى أن ندرك أن كل شيء إنما هو تعبير عن هذا الصراع الكوني بين الذكور والإناث ويضرب تيري إيغيلتون مثلا على التحليل التفكيك دل اتجاه المتمركز حول الأنثى الذي يؤكد فكرة الصراع هذه وكيف أن أحد قطبي الصراع لابد أن يهيمل على الآخر فلا حب ولا تراحم ولا إنسانية مشتركة بل صراع شرس لا يختلف إلا من ناحية التفاصيل عن الصراع بين الطبقات عند ماركس أو الصراع بين الأنواع والأجناس عند داروين أو الصراع بين الجنس الأبيض والأجناس المتخلفة الأخرى حسب التصور العنصري الإمبريالي الغربي يقول تيري إيغيلتون تذهب المجتمعات الذكورية المتمركزة حول الذكر إلى أن الرجل هو الأصل الثابت المبدأ الأول والمرأة هي العكس ولكن المرأة في واقع الأمر هي الأصل الآخر المسكوت عنه والمرأة عكس الرجل هي ما يمكن أن يشار إليه على أنه الرجل الآخر فهي ليست برجل وإنما هي رجل معيب ناقص حسب تصور المجتمعات الذكورية ولكن الرجل هو الرجل لا في حد ذاته وإنما عن طريق استبعاد عكسه وإخفائه فهو يعرف ذاته الرجلية كناقيذ للمرأة فكل وجوده وهويته مرتبط تماما بمحاولته تأكيد وجوده المستقل عن المرأة فهو يعرف ذاته في مواجهة المرأة والمرأة على علاقة قوية به باعتبارها صورته العكسية إنها صورة ما ليس هو وهي تعبير عن غيابه الذي يخاف منه فهو يريد تأكيد حضوره الكامل ولكن المرأة تصبح بذلك عنصرا أساسيا في تذكير الرجل بذاته فحضوره مرتبط بغيابها ولذا فإن الرجل يحتاج لهذا الآخر حتى حينما ينبذه ويضطر أن يعطي هوية إيجابية لما يعتبره لا شيء فكيانه معتمد عليها بشكل طفيلي ويتوقف وجوده على استبعادها وهو يستبعدها لأنها قد لا تكون هذا الآخر على أي حال فلعلها إشارة على شيء في الرجل ذاته شيء يود أن يكتبه ويستبعده خارج وجوده وخارج حدوده فلعل ما هو خارج الرجل يوجد داخله وما هو غريب قريبا لكل هذا يجد الرجل أنه في حاجة ماسة إلى أن يحرس الحدود المطلقة بين عالمه وعالم المرأة بكل ما أوتي من قوة يقول لكل هذا يجد الرجل أنه في حاجة ماسة إلى أن يحرس الحدود المطلقة بين عالمه وعالم المرأة بكل ما أوتي من قوة بسبب خوفه من أن تجاوز الحدود مسألة مطروحة وممكنة فالحدود ليست كما قد تبدو لأول وهلة في هذا الخضم الدفاق من الكلمات والمفاهيم يتصور المرء أن الحديث قد يكون حديثا عن مفهوم الحدود والأمن في الدولة الصهيونية أو عن علاقة الاتحاد السوفيتي بالولايات المتحدة إبان فترة الحرب الباردة أو عن حروب الرجل الأبيض ضد شعوب آسيا وأفريقيا وليس عن علاقة الرجل بالمرأة أخبرتني صديقة من رائدات حركة التمركز حول الأنثى أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة هي في جوهرها مواجهة سياسية كذا فكان ردي عليها إما أنها لا تعرف شيئا عن العلاقات الجنسية أو عن المواجهات السياسية هذه الرؤية الصراعية الدروينية الشارثة تتبدى في رؤية حركة التمركز حول الأنثى لأحاسيس كل من المرأة والرجل ففي غياب الإنسانية المشتركة لا يمكن أن تكون هناك أحاسيس إنسانية مشتركة بين الذكر والأنثى فتركيبة جسدهما مختلفة وطبيعتها الفيسيولوجية مختلفة والإنسان الطبيعي المادي يعيش في الجسد وحده فضاؤه محدد بفضاء الجسد فالرجل على سبيل المثال لا يحمل ولا يلد ولذا فهو لا يمكنه أن يشعر بآلام المرأة وأحزانها وأفراحها في فترة الحمل ولحظة الولادة فهي وحيدة مع جسدها ولذا تقوم إحدى مستشفيات الولادة في الولايات المتحدة بعقد دورات تدريبية للرجال حتى يتعلم آلام المرأة ومن ضمن التدريبات إعطاء الزوج بطنا منتفخا من البلاستيك يرتديه كي يشعر بشعور زوجته الحامل وكأن الحمل والولادة مسألة مادية برانية تماما مجرد حمل للأثقال أو البلاستيك وتتبدى نفس السمة أي الانفصال الكامل في الرؤية والأحاسيس بين الرجل والمرأة وإنكار وجود طبيعة بشرية مشتركة في موقف حركة التمركز حول الأنثى من اللغة تذهب هذه الرؤية إلى أن لغة النساء مختلفة تماما عن لغة الرجال فهي لغة ملتوية اللعوب كجسد المرأة الجسد مرة أخرى الجسد دائما الجسد في البداية والنهاية ولذا فالتواصل بين الذكر والأنثى ليس ممكنا وإن تم فهو ليس كاملا ويتم الهجوم على ما يسمى ذكورة اللغة والدعوة إلى تأنيثها واللغات التي تفضل صيغة التذكير على صيغة التأنيث لا بد أن يعاد بناؤها بحيث تستخدم صيغا محايدة أو صيغا ذكورية أنثوية ولذا كلمتا هو بالإنجليزية هي هي وبالإنجليزية وهي بالإنجليزية شي على النحو التالي شي هي أو أس أو شي حتى لا يظل أحد أن هناك أي تفضيل للرجل على المرأة وفي محاولة التفريق الكامل بين الرجل والمرأة وتأنيث اللغة يعاد كتابة كلمة نساء وومن على النحو التالي ومين حتى لا تحتوي كلمة نساء بالإنجليزية على كلمة مان أي رجال والعياذ بالله ونوحد أن رجل الثلج رجل ومن ثم تم تعديل اسمه ليصبح بدلا من سنو مان إلى إمرأة الثلج بالإنجليزية سنو وومن أو حتى إنسان التلج بالإنجليزية سنو بيرسن ونفس الشيء ينطبق على الكلمات المستخدمة للإشارة إلى الذات الإلهية فيجب الابتعاد عن الإشارة إلى الإله باعتباره ذكرا إذ يجب أن يشار إليه باعتباره ذكرا وأنثى في ذات الوقت فيقال على سبيل المثال إن الخالق هو الذي هي التي وضع وضعت إلى آخره بل ويشار إليه أحيانا بالمؤنث وحسب فهو ملكة الدنيا وسيدة الكون كما أن بعض دعاة حركة التمركز حول الأنثى يستخدمون كلمات لا جنس لها بالإنجليزية أنجاندرد مثل فراند صديق وكمبانيون رفيق وكو كرياتور المشارك في الخلق للإشارة إلى الإله وكل هذا من لغو الحديث وهو ليس برنامجا للإصلاح وإنما هجوم على اللغة البشرية وحدودها وتشويه لها فهل نحن نفكر في المقاومة باعتبارها أنثى وفي الصمود باعتباره ذكرا وهل نفكر في الأمانة والخيانة باعتبارهما إناثا أما الملاك والشيطان فنفكر فيهما باعتبارهما ذكورا وحينما نقول أبواب هل نفكر في أعضاء التذكير بينما نفكر في أعضاء التأنيث حينما نقول بوابات أم أن هذا هو وجدان الحلوليين الطبيعيين الماديين الذين يستخدمون الجسد كعنصر أساسي لإدراك كل شيء ثم تضييق الدائرة لتصبح أعضاء التذكير والتأنيث هي الصور المجازية الوحيدة التي يمكنهم إدراك العالم من خلالها وهل يمكن أن يكون استخدام كلمة إنسان وهي تعبير عن الذكر والأنثى حلا للمشكلة الإجابة بطبيعة الحال بالنفي لأن المهم من وجهة نظر المتمركزين حول الأنثى هو طرح برامج إصلاحية مستحيلة غير قابلة للتنفيذ وإجراء تجارب مستمرة بلا ماضي ولا ذاكرة ولا فهم وذلك حتى يتم تقويد حدود اللغة القائمة والمرجعية الإنسانية المشتركة المتجاوزة وكل المنظومات القيمية وتنضح الرؤية الواحدية والثنائية الصراعية الصلبة في الإشارات المتكررة في أدبيات حركة التمركز حول الأنثى إلى المرأة باعتبارها أقلية وكلمة أقلية هنا لا تعني أقلية عددية مضطهدة لا تعني أقلية عددية مضطهدة وإنما تعني في واقع الأمر أنه لا توجد أغلبية من أي نوع أي إنسانية مشتركة ولا يوجد معيار يحكم به فالجميع متساوون ولا يمكن الحكم على أحد وتصل هذه الرؤية قمتها حينما تقرر الأنثى أن تدير ظهرها للآخر الذكر تماما فهي مرجعية ذاتها وموضع الحلول ولا تشير إلا إلى ذاتها فهي السوبر وومن ولذا تعلن استقلالها الكامل عنه وحين إذن يصبح الصحاق التعبير النهائي عن الواحدية الصلبة وهو الأمر الطبيعي الوحيد المتاح للمرأة التي ترفض أن تؤكد إنسانيتها المشتركة التي لا يمكن أن تتحقق إلا داخل إطار اجتماعي وثياق تاريخي وبدلا من ذلك تؤكد نسوانيتها أي ذاتها الأنتوية المنفصلة التي لا توجد في أي سياق تاريخ أو داخل أي إطار اجتماعي وكما قالت إحدى دعاة التمركز حول الأنثى المساحقات إذا كانت الفيمينزم هي النظرية فالسحاق هو التطبيق ويصبح من الطبيعي أن لا تلجأ المرأة للرجل لإنجاب الأطفال بل يمكن أن تلجأ للمعامل والإجراءات العلمية الطبيعية المختلفة المعقمة من التاريخ والمجتمع والقيم التي تستبعد الرجل كشريك في إنسانية مشتركة وهكذا تصف الإزدواجية تماما ويحسم السراع لنصل إلى حالة من الواحدية الأنثوية الصلبة والتمركز اللا إنساني حول الذات الأنثوية وإلى نهاية التاريخ المتمركزة حول الأنثى فكر التمركز حول الأنثى ينتمي إلى نمط أساسي في الفكر المادي أشرنا إليه من قبل الانتقال من التمركز حول الذات الإنسانية إلى التمركز حول الطبيعة المادة ومن عالم يحوي مركزه داخله إلى عالم بلا مركز ولذا نجد أن تفكيك مقولة المرأة الإنسان الإنسان يأخذ شكلين متناقضين أولهما هو الذي تناولناه في الجزء السابق من هذه الدراسة أي تحول المرأة إلى كائن متمركز حول ذاته يشير إلى ذاته مما أدى إلى ظهور التمركز المتطرف حول الذات الأنثوية والعداء الشارس للذكور والصراع الضرويني المستمر بينهما واحدية إمبريالية وثنائية وواحدية صلبة أما الشكل الثاني فهو ما سميته الواحدية السائلة والواحدية السائلة كامنة في الواحدية الصلبة فبعد أن تتحول المرأة من إنسان إنسان إلى كائن طبيعي مادي يرد إلى عناصر مادية ويفسر في إطارها بحيث لا تشير المرأة إلى ذاتها وإنما إلى الطبيعة المادة يتم تسويتها بالرجل أو الإنسان الطبيعي في جميع الوجوه بحيث لا تختلف عنه في أي شيء دورها لا يختلف عن دوره فكلاهما إنسان طبيعي مادي وما يجمعهما ليس إنسانيتهم المشتركة وإنما ماديتهم المشتركة فيتم اختزالهما إلى مستوى طبيعي مادي عام واحد لا يكترث بذكورة الذكر أو أنوثة الأنثى أو يسوي بينهما فالقانون الطبيعي المادي العام لا يكترث بالخصوصية أو الثنائية كما أن العالم متعدد المراكز لا يكترث بأي فروق ظاهرة أو باطنة فهو عالم سائل لا مركز له لا يمكن إصدار أحكام على أي شيء كل هذا يؤدي إلى ظهور الجنس الواحد أو الجنس الوسط بين الجنسين بالإنجليزية يونيسيكس أي أنه تم رد الواقع إلى عنصر واحد أو مبدأ واحد ينكر أي شكل من أشكال عدم التجانس أو أي تنوع بل وينكر وجود ثنائية ذكر أنثى فالذكر مثل الأنت والأنت مثل الذكر وكلاهما مجرد إنسان طبيعي مادي وهكذا تتحول السوبر وومن عدوة الرجل إلى ساب وومن ليس لها هوية أنثوية مستقلة فهي أقل من امرأة امرأة ناقصة تبدل قصارى جهدها أن تكون كاملة أي متطابقة تماما مع الرجل ولكن في كلتا الحالتين سواء كانت سوبر وومن أم ساب وومن ليست المرأة هي الأم الزوجة الأخت الحبيبة التي نعرفها والتي لها دور مستقل داخل إطار الجماعة الإنسانية الشاملة التي تضم الذكور والإناث والصغار والكبار وإنما هي شيء جديد تماما ومع هذا يطلق عليه استلاح امرأة وبسقوط الأم الزوجة والمرأة تسقط الأسرة ويتراجع الجوهر الإنساني المشترك ويصبح كل البشر أفرادا طبيعيين لكل مصلحته الخاصة وقصته الصغرى الخاصة كل إنسان مثل الذرة التي تصطدم بالذرات الأخرى وتتسارع معها والجميع يجابهون الدولة وقطاع اللذة والإعلانات بمفردهم ويسقطون في قبدة السيرورة ويتم تسوية الجميع بالحيوانات والأشياء وتسود الواحدية السائلة التي لا تعرف الفرق بين الرجل والمرأة أو بين الإنسان والأشياء ويتم الإشارة إلى الإله في مرحلة الواحدية السائلة هذه لا باعتباره هو أو هي إذ يصل الحياد قمته والسيولة منتهاها فيشار إليه كما ورد في إحدى ترجمات الإنجيل الأخيرة باعتباره ذكرا وأنثى وشيئا فالإله هو هي شي ايت ومن الصعب على المرء أن يقرر ما إذا كانت هذه هي نهاية السيولة أم أن هناك المزيد فالتجريب المنفتح في اللغة والتاريخ والعلاقات بين البشر مسألة لا سقف ولا حدود ولا نهاية لها حركة التمركز حول الأنثى والنظام العالمي الجديد إن دعاة حركة تحرير المرأة يدركون تماما الحقيقة البديهية الإنسانية البسيطة وهي ثمة اختلافات بيولوجية ونفسية واجتماعية بين الرجل والمرأة وهي اختلافات تتفاوت من منظور سلوك كل منهما في درجات العمق والسطحية وتعبر عن نفسها في اختلاف في توزيع الأدوار بينهما وفي تقسيم العمل ولكن بدلا من أن يحاول دعاة حركة تحرير المرأة محو هذه الاختلافات والقضاء عليها قضاءا مبرما فإنهم يبدلون قصار جهدهم للحيلولة دون تحولها إلى ظلم وتفاوت اجتماعي أو إنساني يؤدي إلى توسيع الهوة بين الذكور والإناث أما دعاة حركة التمركز حول الأنثى فيتأرجحون وبعنف بين رؤية مواطن الاختلاف بين الرجل والمرأة باعتبارها هوة صحيقة لا يمكن عبورها من جهة وبين إنكار وجود أي اختلاف من جهة أخرى ولذا فهم يرفضون فكرة توزيع الأدوار وتقسيم العمل ويؤكدون استحالة اللقاء بين الرجل والمرأة ولا يكترثون بفكرة العدل ويحاولون إما توسيع الهوة بين الرجال والإناث أو تسويتهم ببعضهم بالبعض فيطالبون بأن يصبح الذكور آباء وأمهات في نفس الوقت وأن تصبح الإناث بدورهن أمهات وآباء ولعل الهندسة الوراثية ستحل كثيرا من هذه المشاكل وستفتح باب التجريب اللامتناهي على مصراعيه بحيث يصبح بإمكان الرجل أن يحمل طفلا وليس مجرد بطن بلاستيك ويمكن تجاوز مشقات الحمل نفسها من خلال عمليات الاستنساخ المريحة كما أن تعديل القوانين في الغرب سيتكفل بكل ما قد يتبقى من مشاكل شكلية قد تضع حدودا على عملية التجريب إذ بإمكان الأنثى أن تتزوج من أنثى أو من رجل حسب ما يسمونه التفضيل الجنسي بل إن الأمر يمتد ليشمل الأحاسيس الجوانية ذاتها فالمرأة الحقيقية يجب أن لا تختلف مشاعرها عن مشاعر الرجل والرجل الحقيقي يجب أن لا تختلف مشاعره عن مشاعر الأنثى وهي أكبر آلية عرفها الجنس البشري لنشر الأفكار وإشاعة الرؤى بدور نشط في هذا المدمار إذ بلأت تظهر أفلام فيها إناث يغوين الرجال ورجال تحمر وجوههن من النساء ولا مانع من استخدام نون النسوة هنا حتى نحطم حدود اللغة تماما وليس الهدف من كل هذا هو توسيع آفاقنا وتحطيم القوالب الذهنية الجامدة التي يتعامل كل جنس مع الآخر من خلالها وسجنه فيها وإنما هو ضرب فكرة المعيارية والإنسانية المشتركة في الصميم حتى يتم تسوية الجميع ولعل العلم الحديث بما حقق من تقدم مذهل قد يساعد في هذا المدمار بحيث يمكن للرجل أن يتناول كبسولة متمركزة حول الأنثى فيشعر بشعور الإناث ويتم تسويته تماما من الداخل وتتناول المرأة هي الأخرى كبسولة متمركزة حول الذكر فتشعر بشعوره ويتم تسويتها من الداخل إن حركة تحرير المرأة في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ترى أن ثمة إنسانية مشتركة بين كل البشر رجالا ونساء وأن هذه الرقع الواسع المشترك بيننا هي الأساس الذي نتحاور على أساسه والإطار الذي نبحث داخله عن تحقيق المساوات ولذا يمكن للرجل أن ينضم إلى حركة تحرير المرأة ويمكنه أن يدخل في حوار بشأن ما يطرح من مطالب لضمان تحقيق العدالة للمرأة ويمكن للمجتمع الإنساني بذكوره وإناثه أن يتبنى برنامجا للإصلاح في هذا الاتجاه ويمكن لكل من الرجال والنساء تأييده والوقوف وراءه أما حركة التمركز حول الأنثى فهي تنكر الإنسانية المشتركة ولذا لا يمكن أن ينضم لها الرجال فالرجل باعتباره رجلا لا يمكنه أن يشعر بمشاعر المرأة كما أنه مذنب يحمل وزر التاريخ الذكوري الأبوي رغم أنه ليس من صنعه كما تنكر حركة التمركز حول الأنثى الاختلاف ومن ثم لا مجال للتنوع ولا مجال لوجود الإنسانية كما نعرفها لكل هذا لا يوجد برنامج للإصلاح في حركة التمركز حول الأنثى ولا توجد محاولة جادة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة أو إلى تغيير القوانين أو السياق الاجتماعي للحفاظ على إنسانية المرأة باعتبارها أما وزوجة وابنة وعضوا في الأسرة أو المجتمع وإن كان ثمت برنامجا للإصلاح فسنجد أنه يصدر عن إطار تفكيكي يهدف إما إلى زيادة كفاءة المرأة في عملية الصراع مع الرجل أو إلى تسويتها معه أي أنه في جميع الحالات ثمت إنكارا للإنسانية المشتركة ولذا فالبرنامج الإصلاحي هو برنامج يهدف إلى تغيير الطبيعة البشرية ومثار التاريخ والرموز واللغات حركة التمركز حول الأنثى والصهيونية من الأمور الجديرة بالنظر والتدبر أن ثمت نقط تشابه واضحة بين حركة التمركز حول الأنثى وحركة مادية إمبريالية أخرى وهي الحركة الصهيونية التي تنكر الإنسانية المشتركة فتقسم البشر بصرامة بالغة إلى يهود وأغيار وتصدر عن الإيمان بأن الأغيار كل الأغيار يحملون وذر تاريخ الإدطهاد الدائم لليهود كل اليهود وعزلة الأغيار عن اليهود كاملة إلى درجة أن الواحد لا يمكنه أن يشعر بشعور الآخر فكل إنسان جريدة مغلقة مكتفية بذاتها مرجعية ذاتها ومن ثم يواجه اليهود العالم وحدهم في عزلتهم وبراءتهم وفرادتهم ومعاناتهم التي لا يشاركهم فيها أحد فاليهود شعب مختار له سماته الخاصة وله حقوقه المطلقة ورسالته الخالدة وعذابه الخاص فهو موضع الحلول والكمون مرجعية ذاته يستمد معياريته منها وهو شعب لا يمكن أن يهدأ له بال إلا بأن يعود إلى أرض أسلافه في فلسطين حيث يمكنه أن يتمتع بحقوقه المطلقة ولذا لا تبدل الحركة الصهيونية أي مجهود في محاولة الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والدينية لأعضاء المجتمعات اليهودية في مجتمعاتهم فمثل هذه الجهود التي تنبع عن الإيمان بالإنسانية المشتركة والتي يمكن أن يساهم فيها كل مدافع عن حقوق الإنسان وكل متعاطف مع المستضعفين هي في واقع الأمر إحباط للمشروع الصهيوني الذي يرمي إلى وضع نهاية لتاريخ اليهود في المنفى وتهجير اليهود إلى فلسطين للقيام بتجربة جديدة تماما تقع خارج نطاق التاريخ اليهودي وهي تجربة الدولة القومية ذات السيادة في هذا الإطار توجه الحركة الصهيونية جل جهودها لتعميق الهوة بين اليهود والأغيار لتحسين أداء اليهودي في عملية الصراع حتى ينسلخ عن مجتمع الأغيار ويعود إلى فلسطين بعد غياب مدة ألفي عام وفي هذا الإطار يصبح أعداء السامية أي أعداء اليهود أصدق أصدقائنا على حد قول مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هيرزيل والنلاحظ هنا بعض الثنائيات الصلبة اليهود ضد الأغيار شعب معذب في كل مكان مقابل شعب مختار شعب لا حقوق له مقابل شعب له حقوق مطلقة والنلاحظ أن هذه الثنائية الصلبة تتحول إلى واحدية صهيونية صلبة في الدولة الصهيونية المستقلة الدولة اليهودية الخالصة حين يصبح المستوطنونهم وحدهم أصحاب الحقوق المطلقة فيجد العرب أنفسهم في مجتمعات اللاجئين تنهمر عليهم القنابل باسم الدفاع عن الدات اليهودية الخالصة ولكن كما هو الحال في كل الحركات المادية تنحل الواحدية الإمبريالية والثنائية والواحدية الصلبة إلى واحدية سائلة فالصهيونية التي تؤكد حقوق اليهود المطلقة وفرادتهم الكاملة وترفض التعاون مع الأغيار ترى أن وجود اليهود في المنفى هو حالة غير طبيعية أي أن الفريد يتحول إلى الشاذ ولذا ترى الصهيونية أنه لا بد من تطبيع اليهود أي تحويلهم إلى كائنات طبيعية يعيشون في دولة قومية عادية لا يختلفون عن بقية شعوب الأرض وقد انتهى الأمر بالحركة الصهيونية التي تنادي بحقوق مطلقة لليهود وبسيادة مطلقة للدولة وثمات يهودية مطلقة للمجتمع بأن أسست دولة ذات توجه أمريكي واضح في عالم السياسة والثقافة وتعتمد بشكل شبه كامل على دعم الأغيار الأمريكيين وهذا هو النمط نفسه الذي وجدناه في حركة التمركز حول الأنثى فمن جهة ثمت تأكيد لتفرد اليهود وعداء الأغيار لهم لا يختلف كثيرا عن اتجاه حركة التمركز حول الأنثى نحو إعلان الحرب على الرجال ومن جهة أخرى ثمت محاولة نشطة تبدل لدمج اليهود في عالم الأغيار والذوبان فيه لا تختلف بدورها كثيرا عن محاولة الأنثى الذوبان في الرجل وظهور اليوني سيكس والعالم الغربي الذي ساند الدولة الصهيونية التي تحاول تفكيك العالم العربي والإسلامي سياسيا وحضاريا يساند بنفس القوة حركات التمركز حول الأنثى في بلادنا ولعل نشاط الصفارة الهولندية في القاهرة في هذا المدمار مثلا واضحا على ذلك يستحق المزيد من الدراسة فالعالم الغربي الذي أخفق في عملية المواجهة العسكرية المباشرة مع العالم الثالث اكتشف أن هذه المواجهة مكلفة وطويلة ولا طاقة له بها ومن ثم فالتفكيك هو البديل العملي الوحيد كما أدرك العالم الغربي أن نجاح مجتمعات العالم الثالث في مقاومته يعود إلى تماسكها الذي يعود بدوره إلى وجود بناء أساري قوي لا يزال قادرا على توصيل المنظومات القيمية والخصوصيات القومية إلى أبناء المجتمع ومن ثم يمكنهم الاحتفاظ بذاكراتهم التاريخية وبوعيهم بثقافتهم وهويتهم وقيمهم وهذا ولا شك يعني التصدي لعملية العولمة التي تعني الترشيد داخل الإطار المادي الغربي لكل المجتمعات بحيث يتحول العالم في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى سوق واحد متجانس يخضع لقوانين العرض والطلب المادية يتحرك فيه نفس البشر والسلع في نفس الحيز الأملس بلا سدود أو حدود أو منظومات قيمية تعوق هذه الحركة وإذا كانت الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع فإن الأمة هي اللبنة الأساسية في الأسرة ومن هنا تركيز النظام العالمي الجديد على قضايا الأنثى فالخطاب المتمركز حول الأنثى هو خطاب تفكيكي يعلن حتمية الصراع بين الذكر والأنثى وضرورة وضع نهاية للتاريخ الذكوري الأبوي وبداية التجريب بلا ذاكرة تاريخية وهو خطاب يهدف إلى توليد القلق والضيق والملل وعدم الطمأنينة في نفس المرأة عن طريق إعادة تعريفها بحيث لا يمكن أن تتحقق هويتها إلا خارج إطار الأسرة وإذا انسحبت المرأة من الأسرة تآكلت الأسرة وتهاوت وتهاوى معها أهم الحصون ضد التغلغل الاستعماري والهيمنة الغربية وأهم المؤسسات التي يحتفظ الإنسان من خلالها بداكرته التاريخية وهويته القومية ومنظومته القيمية وبذلك يكون قد نجح النظام العالمي الجديد من خلال التفكيك في تحقيق الأهداف التي أخفق في تحقيقها النظام الاستعماري القديم من خلال المواجهة المباشرة البحث عن بديل من الأجدر بنا أن ندرس قضية المرأة داخل إطارها التاريخي والإنساني فندرك أن مشكلة المرأة مشكلة إنسانية لها سماتها الخاصة كما يجب أن ننفذ عن أنفسنا غبار التبعية الإدراكية ونبحث عن حلول لمشاكلنا نولدها من نماذجنا المعرفية ومنظوماتنا القيمية والأخلاقية ومن إيماننا بإنسانيتنا المشتركة وهي منظومات تؤكد أن المجتمع الإنساني يسبق الفرد تماما كما يسبق الإنسان الطبيعة المادة ولذا بدلا من الحديث عن حقوق الإنسان إنسان روسو الطبيعي الذي يعيش حسب قوانين الطبيعة مما يضرنا إلى الحديث عن حقوق المرأة الفرد ثم أخيرا عن حقوق الطفل الفرد قد يكون من الأجدر بنا أن نتحدث عن حقوق الأسرة كنقطة بدء ثم يتفرع عنها وبعدها حقوق الأفراد الذين يكونون هذه الأسرة أي أننا سنبدأ بالكل الإنساني الإجتماعي ثم نتبعه بالأجزاء الفردية ولو اتبعنا هذا النموذج واتخذنا الأسرة نقطة بدء ووحدة تحليلية فإن الحديث عن تحقيق الذات بشكل مطلق يصبح أمرا ممجوجا ومفروضا ولا بد أن يحل محله الحديث عن تحقيق الذات داخل إطار الأسرة وبدلا من الحديث عن تحرير المرأة كي تحقق ذاتها ولدتها ومتعتها قد تكون من المفيد أن ندرس ما حولنا لنكتشف أن أزمة المرأة هي في واقع الأمر جزء من أزمة الإنسان في العصر الحديث والتي تنبع من هذه الحركة الهائلة المرتبطة بتزايد معدلات الاستهلاك التي ترسم إيقاع حياتنا الحديثة ومن وجود هذه الاختيارات الاستهلاكية التي لا حصر لها ولا عدد والتي تحاصرنا وتحد من حركتنا إن الدراسة المتأنية ستبين لنا أن المشكلة تنبع من أن الرجل قد تم تحديثه بشكل متطرف وتم استيعابه في هذه الحركية الاستهلاكية العمياء بحيث أصبحت البدائل المطروحة أمامه تفوق بكثير البدائل المطروحة أمام المرأة ولكن بما أن هذه الحركية الاستهلاكية المتطرفة هي أحد أسباب أزمة الإنسان الحديث قد يكون من الأكثر رشدا وعقلانية أن لا نطالب بتحرير المرأة وأن لا نحاول أن نقذف بها هي الأخرى في عالم السوق والحركية الاستهلاكية وأن نطالب بدلا من ذلك بتقييد الرجل أو وضع قليل من الحدود عليه وعلى حركيته بحيث نبطئ من حركته فينسلخ قليلا عن عالم السوق والاستهلاك وبذلك يتناسب إيقاعه مع إيقاع المرأة والأسرة وحدود إنسانيتنا المشتركة وانطلاقا من هذه الرؤية لا بد أن يعاد تعليم الرجل بحيث يكتسب بعض خبرات الأبوة والعيش داخل الأسرة والجماعة وهي خبرات فقدها الإنسان الحديث مع تآكل الأسرة ومع تحركه المتطرف في رقعة الحياة العامة وبهذه الطريقة سيكون بوسع الرجل أن يشارك في تنشئة الأطفال وأن يعرف عن قرب الجهد الذي تبدله المرأة الأم ومن ثم يمكن لإنسانيتنا المشتركة أن تؤكد نفسها مرة أخرى وهذه استراتيجية لا تختلف كثيرا عن استراتيجية جماعات الدفاع عن البيئة الخضر فهم يطالبون الإنسان الغربي بأن يخفض من حرارة المجتمعات الغربية وأن ينسلخ قليلا عن أيديولوجية التقدم والغزو والإنجاز والإنتاجية على أن يحل محلها أيديولوجية الاتزان والتوازن مع الطبيعة والدات وإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية بحيث يتناسب إيقاع المجتمع مع إيقاع الإنسان ولعله قد يكون من المفيد أن لا نتحدث عن حق المرأة في العمل أي أن تعمل في رقعة الحياة العامة نظير أجر أي العمل المنتج ماديا الذي يؤدي إلى منتج مادي سلع وخدمات ونعيد صياغة رؤية الناس بحيث يعاد تعريف العمل فيصبح العمل الإنساني أي العمل المنتج إنسانيا وبذلك نؤكد أسبقية الإنسانية على المادي والطبيعي وهنا تصبح الأمومة أهم الأعمال المنتجة وماذا يمكن أن يكون أكثر أهمية من تحويل الطفل الطبيعي إلى إنسان إجتماعي ومن ثم يقل إحساس المرأة العاملة في المنزل بالغربة وعدم الجدوى ويزداد احترام الرجل لها ويكف الجميع عن القول بأن المرأة العاملة في المنزل لا تعمل وكأن عمل سكرتيرة في إحدى شركات التصدير والإستيراد أو إحدى شركات السياحة أكثر أهمية وجدوى من تنشئة الأطفال ولعلنا قد نكتشف طرقا جديدة لإعادة إنتاج الأسرة الممتدة بما توفره للإنسان من طمأنينة داخل المدينة الحديثة ذات الطرق القاسية والإيقاع المرعب كأن نطور طرزا معماريا تفاعل الجيزة كمؤسسة وسيطة تشبه في وظيفتها الأسرة الممتدة وقد يمكننا التوصل ليوم عمل يمكن تقطيعه وتقسيمه ليتناسب مع مؤسسة الأسرة ولا يتعارض مع محاولة المرأة أن تقوم بدورها كأم وكزوجة بل إنه يمكن تعديل رقعة الحياة العامة ذاتها ومكان العمل بحيث يخلق داخله حيز إنساني ويمكننا أن نعيد بعث الاقتصاد العائلي بالإنجليزية فاميلي إيكونومي الذي أثبت كفاءته ومقدرته على الاستمرار وإنتاجيته العالية في المجتمعات الحديثة والتي يقال لها متقدمة سواء في اليابان أو الولايات المتحدة ولكن ما يهمنا هنا أنه شكل من أشكال علاقات الإنتاج التي لا تقود الأسرة وتفكيكها ويمكن للمرأة أن تشارك فيه دون أن تفقد هويتها كأم وزوجة ويمكن أيضا تطوير نظم تعليمية جديدة بحيث يمكن للمرأة أن تتعلم وتستمر في تعليمها دون أن نولد داخلها التوترات بين الرغبة المحمودة في التعلم والنزع الكونية نحو الأمومة وهذه الاقتراحات الأولية تهدف إلى تقليل الأعباء النفسية الناجمة عن الأمومة وتحرير المرأة بعض الشيء من الأعباء المنزلية البدنية بحيث نخلق حيزا خاصا بها يمكنها أن تمارس فيه إنسانيتها دون أن تضطر إلى تحطيم الأسرة ودون أن تجعل تحقيق ذاتها مشروطا بتخليها عن الأسرة وعن دورها الإجتماعي ويجب أن يواكب هذا دراسة جادة ومتعمقة نقدية وخلاقة لظاهرة تحرير المرأة في الغرب داخل إطار الترشيد المادي وإطار الفكر المادي الصراعي الواحدي المتمركز حول الأنثى فعلى سبيل المثال يمكن أن ندرس المشاكل الناجمة عن تآكل الأسرة وتكلفتها الإجتماعية والمادية وقد قرأت في إحدى الدراسات أن انسحاب المرأة من الأسرة واستيعابها في آليات السوق والحركية الاستهلاكية وتحولها إلى طاقة عاملة في رقعة الحياة العامة ووحدة إنتاجية في سوق العمل يؤدي إلى غربة شديدة عند الأطفال مما يحولهم إلى عناصر مدمرة وقد رأى الباحث صاحب الدراسة أن عمليات التخريب المتعمد في المدارس سكولفانداليزم تكلف البلايين من الدولارات وأنها مرتبطة تمام الارتباط بظاهرة اختفاء الأم كما يمكن أيضا حساب الخسارة النفسية للطفل والتي يمكن ترجمتها ماديا إلى أرقام وهل يمكن أيضا ربط علاقات معدلات الطلاق بمعدلات انسحاب المرأة من الأسرة ومن دور الأمومة يكلف الطلاق في الولايات المتحدة بلايين الدولارات أيضا ومن المعروف أن شركات التأمين ترفع أقصاط التأمين على كل من يطلق لأنه يرتكب عددا أكبر من الحوادث ويمكن الإشارة هنا إلى ما يسمى ظاهرة تأنيث الفقر التي أصبح ظاهرة اجتماعية معروفة في الولايات المتحدة إذ يبدو أنه في إطار حرية المرأة وحرية الرجل يتعايش رجل مع امرأة تنجب منه طفلا أو طفلين عادة دون أن يرتبطا بعقد الزواج وبعد فترة قصيرة أو طويلة يتملك الرجل الملل وتنشب المعارك بين الطرفين فيقرر الرجل أن يحقق ذاته خارج إطار الأسرة فيحمل متاعه ويذهب تاركا الأمة المهجورة وحدها ترعى الطفلين فتزيد أعباؤها النفسية والاجتماعية والاقتصادية مهما دفع الرجل من نفقة وازداد الرجال متعة وحركية استهلاكية أي أنه تم تأنيث الفقر ويمكن أن نضيف أنه تم كذلك تأنيث الجهد النفسي والإرهاق البدني ولعل هذا من أهم الأسباب السوتيولوجية لزيادة معدلات الصحاق في المجتمعات الغربية فهو يحل مشكلة ضرورة تفريغ الطاقة الجنسية للأنثى دون أن يدخلها في دوامة العلاقة مع الرجل التي توردها موارد التهلوكة والفقر والألم والهجران كما يمكن أن ندرس إنتاجية المجتمع ككل في إطار خروج المرأة للعمل في حقل الحياة العامة بدلا من العمل في حقل الحياة الخاصة فهناك من الدراسات ما يشير إلى إنتاجية المجتمع على مستوى الماكرو تتزايد مع اطلاع المرأة بدور الزوجة والأم إذ أنها تقوم بتربية الأطفال تربية صالحة فيصبحون أعضاء منتجين في المجتمع كما أنها تهدئ من روع الجميع الزوج والأبناء عند عودتهم من رقعة الحياة العامة فيستعيد الجميع توازنهم وتتزايد إنتاجيتهم وثمت دراسات تشير إلى أن قلق المرأة بخصوص هويتها وذاتها قد تزايد مع فقدانها وظيفتها ومكانتها كأم وأن هذا القلق له مردود سلبي للغاية على صحتها النفسية وعلى محاولتها تحقيق ذاتها وأن هذا هو الذي يؤدي إلى محاولة المرأة التشبه الشارس بالرجل ودهور اليوني سيكس كما يجب أن نضع نصب أعيننا أثر كل مشروع اقتصادي إنتاجي على بناء الأسرة وعلى دور المرأة كأم فهناك حديث عالمي عن الخسخصة ولم يدرس أحد أثر الخسخصة علينا كبشر وتكلفتها المعلوية والمادية مع العلم بأن التكلفة المعلوية تترجم نفسها بعد قليل إلى تكلفة مادية يمكن حسابها كميا بشيء من الجهد وأعتقد أن الخسخصة بلا ضابط سيكون لها أثر مدمر على الأسرة وعلى المرأة فالخسخصة هي في واقع الأمر توسيع رقعة السوق وآليات العرض والطلب لتبتلع كل شيء كما يجب أن لا يفوتنا أن نتصدى لكثير من المشاريع التي يقال لها تنموية والتي يفرضها البنك الدولي والتي تهدف في واقع الأمر إلى تحطيم الدول القومية ومؤسسة الأسرة التي يرون أنها من أكبر معوقات التنمية أي التقدم المادي بغض النظر عن الثمن الإنساني مهما كانت فداحته والشيء نفسه ينطبق على بعض التشريعات التي تصدرها بعض المنظمات الدولية والتي تدور في إطار عقلية السوق الحر والخسخصة الكاملة لكل شيء بما في ذلك جسد الإنسان وروحه وضميره ونحن لا بد أن نستفيد من الخبرات والمعونات الدولية شريطة أن لا تتحول إلى معاول هدم تقود أساس مجتمعاتنا وهناك العديد من الدراسات الأخرى التي تبين أن خصائص المرأة التشريحية ووظائفها البيولوجية له علاقة بتكوين شخصيتها وهويتها وطموحها وهذه من المفارقات التي تستحق التسجيل فحركة التمركز حول الأنثى التي تؤكد مركزية جسد الأنثى في تحديد هويتها ينتهي بها الأمر إلى إنكار أي أهمية للجسد وللخصائص التشريحية والوظائف البيولوجية تماما مثل الحركة الصهيونية التي تؤكد يهودية اليهودي ثم تحاول تخليصه منها ونحن لا نذهب مذهب الماديين الذين يقولون بأن جسد المرأة هو قدرها وأن خصائصها التشريحية هي مصيرها المحتوم ولكن نقول إن هذا الجسد وهذه الخصائص تفرض عليها حدودا معينة وهذه الحدود تخلق لها حيزا أنثويا خاصا يفصلها عن الرجل دون أن يعدلها عنه وقد هاج كثير من دعاة التمركز حول الأنثى حينما نشر أحد العلماء دراسة تبين أن كثيرا من البطلات الرياضيات ممن احترفنا الرياضة لا يحملنا إلا إذا توقفنا عن ممارسة الرياضة لعدة سنوات وقد نشر أحد العلماء دراسة طريفة تبين أن هناك ثمة علاقة ما لم يتمكن الباحث من تحديدها بدقة بين العادة الشهرية عند المرأة والعرق الذي يفرزه الرجل تحت إبطه ورغم أن هذه الدراسة دراسة أولية للغاية إلا أن حركات التمركز حول الأنثى حاولت منع نشرها وغيرها من الدراسات أي أن التوجه الأيديولوجي يصل من الحدة إلى محاولة إنكار الحقائق العلمية التي قد تقوض من النظرية وكأننا في المرحلة السطالينية حين كان على العلماء أن يثبثوا بكل ما أتوا من قوة صدق مقولات المادية الجدلية كما يجب أن ندرس الدور المدمر لبعض الشركات العالمية التي تشكل ما سميته في دراسة سابقة الفردوس الأرضي 1979 الإمبريالية النفسية وإذا كانت الإمبريالية التقليدية تبحث دائما عن أسواق لسلاعها وعمالة رخيصة فالإمبريالية النفسية لا تختلف كثيرا عنها إلا أنها جعلت من وعي الإنسان ووجدانه مجال حركتها ونشاطها أي أنها لا تتحرك في رقعة الحياة العامة البرانية بل في رقعة الحياة الخاصة الجوانية وهي سوق يمكن توسيع حدوده إلى ما لا نهاية عن طريق توسيع شهوة الإنسان وتوليد حالة من القلق وعدم الاتزان والرضى داخله يتصور أنه لا يمكنه تجاوزها إلا من خلال اقتناع سلع بعينها وقد نشأت عدة صناعات رؤوس أموالها بلايين الدولارات ركزت بالذات على المرأة فشركات مستحضرات التجميل وأدواته جعلت المرأة هدفا أساسيا لها فمن خلال آلاف الإعلانات يولد في المرأة إحساس بأنها إن لم تستخدم آلاف المساحق والعطور والكريمات وخلافه تفقد جاذبيتها عادة الجنسية وتصبح قبيحة وبعد ترسيخ هذه القناعة تماما في وجدان الإناث يتم تغيير المساحق كل عام ويطلب من المرأة أن تغير وجهها لتصبح جديدة دائما مرغوبة أبدا وهكذا تصبح المرأة سوقا متجددا بشكل لا ينتهي ولا تقل صناعة الأزياء شراسة عن صناعة مستحضرات التجميل فهي صناعة أصبح لها قنوات فضائية ونجوم وأبطال معظمهم من الشواد جنسيا مات منهم خمسة في عام واحد بمرض الإيدز ونجحت صناعة الأزياء في التكتم على الخبر حتى لا تؤثر على مبيعاتها وفي كثير من الأحيان تقترب عروض الأزياء من الإباحية الصريحة فهي تتفنن في طمس الشخصية الإنسانية والاجتماعية للمرأة وإبراز مفاتنها الجسدية لتتحول إلى جسم طبيعي مادي سوق عام لا خصوصية له يمكن هزيمته وتوظيفه وحوسلته أي تحويله إلى وسيلة وهكذا يتم ترشيد جسد المرأة وتوجيهها في الإطار المادي ويتم سحبها من عالم الحياة الخاصة والطمأنينة إلى عالم الحياة العامة والسوق والهرولة والقلق ومما يزيد الطين بله أن كل من صناعة مصاحق التجميل وأدواته والأزياء تفرض مقاييس جمالية يستحيل الالتزام بها إلا لمجموعة محدودة من الإناث المتفرغات لجسدهن مثل الممثلات أو عارضات الأزياء أو فتيات الإعلانات وقد تسبب هذا في انتشار الأمراض النفسية مثل مرض أناركسيا فورموزا وهو إحساس يتملك المرأة مهما بلغت من جمال ورشاقة أنها قبيحة وبدينة فتمتنع عن الأكل بسبب قلقها الشديد بخصوص وزنها وجمالها وفي بعض الأحيان تقضي نحبها ويبدو أن المرض منتشر على نطاق واسع يقال إن الأميرة ديانا كانت مصابة به بعض الوقت ومثل هذه القضايا تتناولها فروع جديدة في علم الاجتماع مثل السوسيولوجيا الوجه وسوسيولوجيا الجسد ويساند عمليات حوسلة المرأة أي تحويلها إلى وسيلة هذه وتوسيع نطاق الإمبريالية النفسية صناعة الإعلانات التي تستخدم المرأة لتصعيد الرغبات الاستهلاكية عند كل من الرجل والمرأة وتعيد إنتاج صورة المرأة باعتبارها جسدا ماديا ومحضا موضوعا للرغبة المادية المباشرة ثم يأتي أخيرا صناعة السينما في الولايات المتحدة هاليوود التي تعيد صناعة صورة المرأة في وجداننا جميعا فهي تنزع عن المرأة كل قداسة وتعريها لا من ملابسها وحسب وإنما من إنسانيتها وكينونتها الحضارية والاجتماعية وخصوصيتها الثقافية بحيث تصبح مثل الإنسان المقترح من قبل النظام العالمي الجديد إنسان بلا ذاكرة ولا وعي إنسان عصر ما بعد الحداثة والعالم الذي لا مركز له بين قوسين استخدم بعض الضرفاء إصطلاح ما بعد البيكيني بالإنجليزية باست بيكيني على منوال ما بعد الحداثة بالإنجليزية باست مودرنيست ليشير إلى هذا الاتجاه نحو التعرية الشاملة وليوجه أنظارنا نحو العلاقة بين تعرية المرأة من ملابسها وتعرية الإنسان من منظوماته القيمية وخصوصيته القومية ولعله قد يكون من المفيد أن نرى علاقة حركة التمركز حول الأنثى والمفاهيم الكاملة فيها بمشروع السوق الشرق أوسطية فكلاهما معاد للتاريخ وكلاهما يطالب الإنسان العربي أن ينسى ماضيه ووعيه وأن يبدأ من جديد ولعله قد يكون من المفيد أن نذرك العلاقة بين حركة التمركز حول الأنثى ودواهر جديدة في مجتمعنا مثل الاهتمام المحموم من قبل بعض الصحف والمجلات المصرية بالجنس واستخدام العامية المصرية في هذه الصحف وفي الإعلانات إن الجنس الذي تتناوله هذه الصحف ليس شأن إنسانيا مركبا وليس ظاهرة اجتماعية وتاريخية وإنما هو تسلية وفضائح أي أنه عملية نزع القداسة عن الإنسان ليصبح موضوعا بسيطا وطريفا لا كائنا مركبا عظيما وفي هذا الإطار تصبح فضائح نجوم السينما وسيرهم الذاتية غير العطرة هي أهم الأخبار والصور المجازية الأساسية ومن ثم يتم تدويب الإنسان في سيرة فلانا راقصة التي لم تنجز شيئا في حياتها سوى سلسلة من الزيجات وعددا من الفضائح واستخدام العامية لا يختلف كثيرا عن ذلك فلو أصبحت العامية وحدها هي مستودع ذاكرتنا التاريخية لفقدنا امرأ القيس والمحتوري وابن خلدون وابن سينا أي فقدنا كل شيء وتصبح كلاسيكياتنا هي أغاني شوكوكو وأقوال إسماعيل ياسين وأعتقد أن الإنسان الذي يقتضي بالراقصة فلانة ولا يتذكر إلا بعض الأفلام والأغاني المصرية هو إنسان تم تفريغه تماما وتفكيكه تماما ومن ثم يمكنه التحرك بكفاءة عالية في السوق الشرق أوسطية لأن السوق العربية تتطلب إنسانا آخر له هوية وذاكرة ويحمل منظومة قيمية إن حركة التمركز حول الأنثى هي جزء من هذه الهجمة الشاملة ضد قيمنا وذاكرتنا ووعينا وخصوصيتنا ويجب أن ندرك هذا ونعيه حتى لا تكون معركتنا جزئية وغير واعية بذاتها خاتمة هذه كلها أفكار مبدئية للغاية مجرد خطوط عامة ولكن ما يجمعها كلها أن نقطة البدء والوحدة التحليلية هي الإنسان الإجتماعي وليس الإنسان الطبيعي وهي الأسرة وليس الفرض المتشضي الوحيد الذي تكتسحه وسائل الإعلام وتحركه المؤسسات الكبرى وأرجو أن لا يفهم من حديثي أنني أنكر وجود قضية المرأة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وأنه لا يوجد درجات متفاوتة من التمييز ضدها بل والقمع لها فأنا أعرف باعتباري أستاذا في كلية البنات لسنين طويلة أن ثمة مشكلة حادة وعميقة تتطلب حلا عاجلا وجذريا كما أرجو أن لا يتصور أحد أنني أطالب بمنع المرأة من العمل في رقعة الحياة العامة أو نظير أجر النقدي أو أنني أطالب بالحذر عليها عقليا وعاطفيا كل ما أطالب به أن يتم تناولنا لقضية المرأة من خلال قضية الأسرة وفي إطار إنسانيتنا المشتركة وأن تكون الأسرة للفرد الباحث متعته الفردية ومصلحته الشخصية وحركيته الاستهلاكية هو الوحدة التحليلية ونقطة الانطلاق ومن ثم فأنا أطالب برد الاعتبار للأمومة ولوظيفة المرأة كأم وزوجة وأرى أن هذه الوظيفة الإنسانية والخاصة تسبق أي وظائف انتاجية وعامة أخرى وإن كانت لا تجبها كما أطالب بالحفاظ على الخلاف بين الجنسين على أن لا يتحول هذا إلى أساس للظلم والتفاوت ولأختتم مقالي هذا بالإشارة إلى واقعتين قصيرتين واحدة من حياة الخاصة والأخرى من حياة العامة حينما ذهبنا أنا وزوجتي الدكتورة هدى حجازي إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراستنا كنت من أكبر المطالبين بحرية المرأة في إطار المساواة الكاملة التي تقترب من التسوية وقد التحقت زوجتي ببرنامج الماجستير وآثرت أن لا تتفرغ تماما للدراسة حتى لا تتعارض دراستها مع واجباتها كأم فحصلت على هذه الدرجة العلمية ببطء شديد مقرر واحد أو مقررين كل فصل دراسي ولكن حينما سلحت أمامها الفرصة للالتحاق ببرنامج الدكتورة أصبح الأمر يتطلب التفرغ الكامل ومن ثم الاستعانة بجليسة للأطفال بالإنجليزية بيبي سيستر ولم أمانع كثيرا في ذلك وطلبت منها أن تغتنم الفرصة وأن لا تضيع أي وقت ولو فعلت لحصلت على درجة الدكتوراه وهي بعد دون السادس والعشرين ولبدأت حياتها المهنية العامة في سن مبكرة ولكني فجئت بها ترفض كما رفضت أن تعمل خارج المنزل لأنها كانت تشعر أن العلاقة المباشرة بين الأم والطفلة أمر لا يمكن تعويضه مدى الحياة وأن دراستها وعلمها هذا سيحرم طفلتها من الحق في أن تستيقض في الوقت الذي تشاء وأن تقضي سنوات حياتها الأولى في طمأنينة وسعادة وسكينة ساعتها فزعت من نفسي لأنني بسبب عقلية الإنجاز البروميثية والإنتاج الفاوستية التي هيمنت علي آنذاك لم أدرك هذه الأمور الكونية البسيطة وكبرت الطفلة وحصلت كل من الأم والطفلة على الدكتوراه ولم ينتهي التاريخ أما عن نفسي فأعرف أنني أدركني شيء من الندم كما أعرف أنني أدركت الكثير من الحكمة فأما الواقعة الثانية فهي كما أسلفت من حياتي العامة كنت أعرف سيدة أمريكية من رائدات حركة التمركز حول الأنثى كانت تزورني أنا وأسرتي عام 1974 وعبرت عن رغبتها في التعرف على رائدات حركة تحرير المرأة في مصر فاتصلت بالدكتورة سهير القلماوي رحمها الله فتفضلت مشكورة بدعوتنا كلنا على طعام الغداء وبدأ الحوار بين السيدة الأمريكية والدكتورة سهير فتحدثنا عن المساواة بين الرجل والمرأة وعن تحرير المرأة وكانت الدكتورة سهير توافقها على ما قالت إلى أن وصلت إلى نقطة شعرت عندها الدكتورة سهير أن الأمر لم يعد حديثا عن تحرير المرأة وإنما عن تثويرها في مقابل الرجل وعزلها عنه هنا توقفت الدكتورة سهير عن الحديث معها باللغة الإنجليزية والتفتت إلي وقالت بالعربية ماذا تريد هذه السيدة؟ إن أخذنا برأيها سيكون من المستحيل علينا أن نجمع بين الذكور والإناث مرة أخرى ثم استمرت في الحديث بالإنجليزية وقد لخصت كلماتها البسيطة الرائعة الفروق الحادة بين حركة تحرير المرأة وحركة التمركز حول الأنثى وبين من يدرك الإنسانية المشتركة ومن يرفضها وبين من يرى أسبقية المجتمع على الفرد ومن يرى أن الذات الفردية هي البداية والنهاية وبين من يضع الإنسان قبل الطبيعة والمادة ومن يرى على العكس من هذا أسبقية المادة على وعي الإنسان وحضارته وتوجهه الإجتماعي والأخلاقي والله أعلم تم الكتاب بفضل الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر